تلقى مستخدمو تويتر رسالة مفادها أنه عليهم إلغاء خطوة التحقق من التسجيل عبر الـ SMS في حال عدم اشتراكهم في خدمة تويتر بلو والخدمة التي تخول الحصول على شارة التوثيق الزرقاء كانت قد أطلقتها تويتر مقابل ثماني دولارات شهريا عقب استحواذ إيلون ماسك على الشركة وبحسب رسالة تويتر فأن عدم إلغاء الخدمة قبيل 19 أذار قد يمنع المستخدم من دخول حسابه مجددا وبذلك بات على المشتركين أو بات على غير المشتركين في الخدمة الزرقاء تباع خيارات أخرى للتحقق من حسابهم خشية التعرض للقرصنة وذلك عبر هذه الطريقة التي سنعرضها في هذا المقطع حاليا لازم التحقق الثاني يجب أن يكون موجود دائما بكل التطبيقات وما في ذلك تويتر لازال أمامنا خطوة أأمن من الاسمس وأهم وأحسن هي التحقق أو التوثيق الثنائي عبر الابليكيشنات هلأ كيف أنا بغير الاثنتيكيشن عندي من الاسمس للتحقق الثنائي؟ طبعا بدي فوت على الساتينجز فوت بعدين على سيكورتي انج برايبسي أو السلامة والخصوصية بعدين فوت على توفاق الاثنتيكيشن التحقق الثنائي من هنا بطفل الاسمس وبدور أو بشغل التحقق الثنائي طبعا أول شي لازم نكون عندي الابليكيشن طبعا الاثنتيكيشن يعني الابليكيشن تعايد التحقق الثنائي لازم نكون منزلي ومفعلي على هاتفي قبل ما جرب أنا غير التفعيل التحقق الثنائي من تويتر لأنه هي بدأ لما أنا بدي شغله بدأ تاخد الكود من الابليكيشن الاثنتيكيشن كشفت شركة بايدو الصينية عن روبوت للدردشة مدعوم من الذكاء الصناعي ويحمل اسم إرني بوت في محاولة لمنافسة برنامج تشات جي بي تي الشهير واستعرضت الشركة مقطعا ترويجيا أظهر أن البرنامج يجري عمليات رياضية ويتحدث بالصينية وينشئ مقاطع الفيديو والصور وبالحديث عن تشات جي بي تي كشف موقع بيزنس انسايدر أن إحدى النسخ غير الأصلية من البرنامج القائم على الذكاء الصناعي كان قد توقع حصول انهيار في أسواق الأسهم وذلك ردا على سؤال طرحه أحد الصحفي الموقع في شباط الماضي وكان السؤال متى تعتقد أن سوق الأسهم سينهار ولماذا؟ وقد أجاب تشات جي بي تي في حينها أنه يتوقع انهيار سوق الأسهم في منتصف آذار بسبب التضخم وتراجع الانفاق الاستهلاكي والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة وبالفعل سجل سوق الأسهم يوم الاثنين خسائر كبيرة متأثرا بالانهيار المفاجئ لبانك وادي سيريكم في الولايات المتحدة كشفت وكالة ناسا عن بدلتها الفضائية الجديدة المخصصة للرحلة المقبلة إلى القمر في أول تحديث للبدلة الفضائية منذ أربعين عاما وعلى عكس البدلة التقليدية البيضاء والمنتفخة فأن النسخة الجديدة تتمتع بلون وشكل عصري حيث سيرتديها رواد الفضاء على الأرض وخلال تدريباتهم لكن عندما ينتقلون إلى القمر كما هو مقرر في عام 2025 سيتم تبديل طبقة الغطاء الداكنة بطبقة عازلة بيضاء للحماية الحرارية good morning the light band is mounted to the visor assembly to the helmet bubble especially for micro-gravity EVAs where you're using them for hours at a time to translate, to operate tools, to the hatch on the back actually you can see two hinges here ومع هذا الخبر نصل إلى ختم فكرة ريفرش